السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قل حدثك إزال مهم يوصل درجة الإحسان الإحسان كيف تصل إلى درجة الإحسان التي منها أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أول شيء أن تسأل الله ذلك اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم ارزقنا خشتك في سر والعلم تسأل الله ذلك أن تكون من المحسنين ثانيا الإحسان من معانيه فعل النفل بعد الفرض يعني صليت الفريضة أتبعها بنافلة تصدقت زكيت الفريضة تتبعها بالنافلة قد رجادك واستطاعتك ثالثا تكذب الغيظة وتعفو عن الناس طبعا أنت تعرف أن الصبر على جهلات الناس وعلى حماقات الناس من أشق أنواع الصبر أن تصبر على جهل الناس وعلى عماقة الناس فكن كاظما للغيظ عافيا عن الناس أيضا هذا الصدد كن رحيما إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا زبحتم فأحسنوا الزبيحة وليحد أحدكم شفرة وليرح زبيحة تكون رحيما بالعباد حتى ببهائم بارك الله فيك يا رب لعم شكرا الله أكبر